زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في البداية أيام الخير والبركة دايماً أيام بتجري بسرعة نحن دلوقتي في العشر إلى واخر من شهر رمضان ودايماً بنلتمس في هذه الأيام ليلة القدر هي ليلة خير من ألف شهر حكيد طبعاً يا شازلي إيه هي الأعمال المستحبة في الأيام دي؟ إزاي نختنم فضل هذه الأيام؟ دي كلها سئلة حنعرف إيجابتها من الشيخ محمود عويس الوعد بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية صباح خير على حضرتك أهلاً وسهلاً وكل سلام حرج بألف ساحة صباح خير مهند وصباح نوري أعلم بيك يا مرمضان عدت على طول ما نحقناش يعني كنا لسه بنقول وصلنا إلى العشر الأواخر وبنقول إن فيه أعمال مستحبة إنها نعملها في العشر الأواخر بحيث إن احنا نعظم من الأجر ونقدر ناخد سواب قد ما نقدر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم من ولاه واتبعه ده وبعده صدق الله حين قال أياماً معدودات يعني أيام معدودات قليلة جداً وتمر على الواحد مر البرق حضرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة رضي الله عنهم متابعين والناس الصالحين رضي الله عنهم كانوا يستغلوا العشر الأواخر دي استغلال عظيم جداً لأنهم يعني يدركون قيمته ويدركون هذه أهمية هذه الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المعرض السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر العشر الأواخر من شهر رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد مئزره يعني غالب كان يقيم غالب الليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصهر الليل كله في ضاعة الله يتبارك وتعالى لازم العشر الأخيرة دي تخرق فيها العدد بتاعتك أنت مثلاً بتنام غالب الليل أو نصف الليل لا أنه يبكيش بينام في العشر الأواخر كان ينام قريب جداً كان دايماً يعني يصهر في الليل في شهر رمضان وبالذات في الأواخر العشرة من شهر رمضان المعرض اخرق العدد بتاعتك بدلاً ما أنت بتتكلم كتير مع الناس أصمت في هذه الأيام وليكن لسانك يتكلم بطاعة الله تبارك وتعالى قراءة القرآن ذكر الله تبارك وتعالى الاستغفار الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان يحيي ليله وكأن الإنسان في هذا الليل كأنه ميت فحياته في طاعة الله وحياته في ذكر الله وحياته في تهجده بالليل حضرة النبي كان غفر له ما تقدم من ذبه وما تأخر مغفور له لكن بعد ذلك كان يقيم الليل حتى تتورم قدمه هو أصدر ربنا غفر له كل حاجة فليه بيقيم الليل فقال أفلا أكون عبدا شكورا أشكر ربنا على كل النعم لربنا الدهالي ما هو الإنسان يعني غرقان في نعم الله من ساسي إلى رأسه طبع يشكر ربنا إزاي يشكر ربنا أن يتعب وبعدين هي عشر تيام مش عشرين سنة عشر تيام مش أليل على ربنا أن الإنسان يتعب لربنا عشر تيام مش أليل على ربنا أن يتعب فيها لله تبارك وتعالى ربنا أنا بالنعم كثيرة جدا فشكر لله على هذه النعم إنسان يتعب في هذه العشر وبعدين العشر برضو مش كثيرة علي يا ما ضيعنا أيام فيما لا فائدة فيه العشر تقول أن نخليهم أقدمها لله تبارك وتعالى زينا بيقول يعني أري الله من نفسك خيرا عاوزين ربنا يشوف منك خير و ربنا قال يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم و يغفر لكم والله غفور رحيم النبي قال رغي ما أنف رغي ما أنف رغي ما أنف رجل من أدرك رمضان و لم يغفر له يعني يقول إيه التسق أنفه بالطراب ده رمضان فرصة عظيمة جدا أن ربنا يغفر لكل واحد فينا و كل واحد فينا عارف اللي هو عمله مع ربنا و تجاه إخوانه و قصف حق أهل بيته و قصف حق ربنا فدي فرصة عظيمة جدا لأننا في شهر رمضان و في العاشرة الأخيرة سنة يجتهد على قدر ما يستطيع في ضاعة الله تبارك وتعالى لأنها أيام بركة أيام خير أيام رحمة من الله تبارك وتعالى ربنا بيطلع فيها على عباده جميعا فيغفر لهم جميعا الله يعني أيا كان الزمد يعني يرجع العبد من رمضان إذا أخلص في العبادة كيوم ولدته أمه بالضبط إلا زم واحد وهو معروف أن الله لا يغفر يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله يقبل توبة التائبي الله كريم الله يستحي من عبدي إذا رفع يدي أن يردهما صفرا خائبتي على العبد أن يدعو ربه تبارك تعالى بكل إخلاص و بكل حب و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي و ليؤمنوا به لعلهم يرشدون فالعاشرة دولة كان سيدنا النبي و الصحابة والتابعين و من تبعهم إلى هذا اليوم يستغلوا كل دقيقة و كل ساعة في هذه الليالي ليه؟ اليوم اللي يعدي الساعة ليس ترجع ثاني إلى يوم القيامة و هي ساعة بتعدي من عمرك و يوم يعدي من عمرك فاستغل الفرصة دي استغل الوقت ده في ضاعة الله ما هو ربنا لا بد أن نرى منك أنت بتقدم لله ولا شو تقدم لله أنت لو معاك حاجة هتتعب في الحاجة لشان تيجي عندك لأن تسحى بدري وتشتغل كويس عشان ربنا يكرمك في حاجة أنت عاوزا أو رمضان كده بالضبط رمضان العامل زي المسابقة تجار دخل السوق و كل واحد من التجار دولا عرض السلعة بتاعته و عرض البضاعة بتاعته و التاجر الشاطر هو اللي بيعرف يعرض إزاي البضاعة و يسوى إزاي البضاعة عشان يبيع كويس و يربح كويس أو رمضان عامل زي السوق بالضبط و نحن كل واحد بيعرض البضاعة بتاعته ما هي البضاعة بتاعتنا؟ الصيام من صام رمضان إيمان و احتسابا و غفر الله ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا و احتسابا و غفر الله ما تقدم من ذنبه أنت عفلي أن نبي كان بيعتكف في العشر أو آخر عشان تحرية القدر أن نبي اعتكف في أول عشر تيام من رمضان و اعتكف في العشر أواصط و اعتكف في العشر الأخيرة صلى الله عليه و على آه وسلم لتحرية القدر ف اعتكف في العشر الأوائل ظن منه أنها في العشر الأوائل فأخبر أنها لست في العشر الأوائل فاعتكف في العشر أواصط فأخبر أنها لا فاعتكف في العشر الأواخر تحرية ليلة القدر إذن حدودك بتنصح الناس أن هما يكثروا من الأعمال الصلاحة في العشر الأواخر عسى أن يدركوا ليلة القدر من الشرط الليلة و تريها فقط طبعا ودي ده ظن خاطئ في أو عند كثير من الناس اللي هو بييجي في الليلة الوطرية يكتهد ويتعبت ويصلي وكذا وكذا وييجي في الليلة الزوجية لا يتكاسل يروح الجامع في التهجد في الليلة الوطرية في الليلة الزوجية يتكاسل مع أنها واضحة والفجر والليلة العشرة أيوة فعلا ونبي أمرنا أن اكتهد في العشرة أواخر كلها وأن العبد ما ينفعش يكون عبد لليلة وطرية أو لليلة زوجية لا العبد لا بد يكون عبد لله ما الذي قدراني أن ربنا هيغفر لي في الليلة وطرية أو ليلة زوجية صحيح ما ممكن ربنا هيغفر لي في الليلة زوجية ممكن ربنا هيغفر لي في أي ليلة من الليلة ليه أنا ما خليش الليلة بتاعتي أي ليلة هي ليلة قدر بالنسبة لي ليه أنا أحط نفسي في ليلة واحدة معينة لأنه لا يكون عبد لربنا في كل الأوقات والأزمان و في كل لحظة من اللحظات رحمة ربنا و بركة ربنا و رضا ربنا وجود ربنا يعني لا يقتصر فيه ليلة من اللي علي عشان كالنبي كان يجتهد فيه كل اللي علي و عشان كده رفعت وهو النبي كان طالع للصحابة كان يقول لهم امتى ليلة القدر كنا استبيحنا و عرفناها و خلصنا فطلع ليلة اتنين بيتخنق من الصحابة فرفعت انسيها صلى الله عليه و عده يعني ربنا خدها كده نساها للي حظة النبي فأني يليلة عشان يتنين كده بيتخن برضو ده يقول لنا على ايه ان الليالي العشر الأخيرة الليالي كلها سلام قلبي و سلام نفسي ما يفعش تكون أصلا فيها خصام شحناء بغضاء يعني طالع ما في قلبك الحكاية دي انت ليش من أهل الليلة القطر ربنا قال سلام نهية حتى مطلع الفجر ليلة سلام ما فيهاش بغضاء شحناء حقد حسد ما ينفعش انت تتعرض لرحمة ربنا و في قلبك شايل من حد ولا شايل من فلان و المفلان و في قلبك فيه كر بغض حسد ازاي لك ربنا في الأهم العادية مش برفع عملك في الاتنين و الخميس حسنا قلبك فيه نبال انظر هذين حتى يصطلح دون سيبوهم خلوا عملهم معهم عملهم ما ترفعش لقد لم يصطلحوا مع بعض ففي العاشة الأخيرة اللي ربنا يعني بينظر فيه لجميع عباده يعني في قلبك حاجة مش حلوة ان الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم و لكن ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم يوم لا ينفع مان ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال يورسول الله من أفضل الناس فقال النبي أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان هذا أفضل واحد فقال يورسول الله صدوق اللسان لنعرفه اللي هو صادق في الكلام لا يكذب فما مخموم القلب قال التقي النقي قلبه عنده تقوى لله نقي نقي يعني فصرها النبي لا غل فيه ولا حقدة ولا حسد قلبه سليم و هذه عبادة عظيمة جدا تلقى الله بها لكن قلبك سليم بكل الناس أي واحد معها مشكلة تخاني معها سمحوا لوجه الله وهو يسمحك لوجه الله بس درجة عالية قوي من جهد النفس يعني فكرة أنا أقول ببقي كده أنا مسامحة حد دي سهلة لكن قلبي يبقى نسامح حد وابقى فعلا مترفع عن الزعل اللي عندي أو اللي قدامي يبقى مترفع عن الأذى اللي أنا ألحقته به أعتقد دي واحدة من درجات جهد النفس العالية جدا مش السهلة ومش القريبة لنا كلنا هذا اللي قال للنبي وقال للصحابة كده كانوا رجعين من غزوة وقتال قال لهم رجعنا من الجهاد الأصغر الجهاد الأكبر قال كيف ذلك يا رسول الله قال جهاد النفس والنبي قال لنا على واحد قال سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة بقول للصحابة كده فدخل واحد من الصحابة العاديين مش معروف مش مشهور وحاطر عزيكم الله الحزاء تحت جنبه كده ومتوضر وصل ركعتين وسلم عن النبي في المسجر النبي ومشي في اليوم التاني نفس الكلام يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة نفس الشخص والشخص مش معروف في اليوم التالي نفس الكلام فهو يحمل الصحابة جيري وراه قالوا والله ما عايش أنا عاوز أقعد معك ثلاثة ايام في مشكلة معايا وعاوز أقعد معك ثلاثة ايام فراه قعد معك ثلاثة ايام ليه الراجل عادي هو بيصلي صفاته المفروضة عليه وبيرح شغله وبيجي العيشة يصلي عيشة وينام ويصلي الفجر معنا بس ده اللي بيعمل يعني ما بيعملش حاجة زيادة يعني حاجة زيادة فالصحاب استغرق قبل ليه النبي قال عليه كده انه من أهل الجنة وهو بالتحديد قال بص أنا مكاش معايا مشكلة بس أنا النبي قال كده وأنا عاوز أعرف ليه النبي قال كده انت بتعمل ايه قال ليه بيعملش حاجة اللي انت شفته طبيعي رجل طبيعي هو ماجي قال له تعالى أنا مش بعمل اي حاجة إلا اللي انت شفته بس في حاجة اللي هي عندما أبيت وأضع رأسي على وسادتي حط رسع المخدة لا أحمل في قلبي غل ولا حقد ولا غش لأحد من المسلمين فقال له الصحابي هذه هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق يعني عودت درجة عالية من الإيمان إنك تنام حتى لو حد ظلمك تسمح الوجه الله لدرجة عالية من الإيمان درجة عالية من حب الله و من التقرب لله تبارك وتعالى فكلما الإنسان يكون قلبه صافي لله تبارك وتعالى و يزدد في هذه العاشر أو آخر يكون من الناس المحظوظين لقدري و لعذرتي هذه الليلة فربنا يكرمنا جميعا و واحد يعني يصفي قلبه و يصفي نيته تجاه إخوانه جميع من المسلمين عشان يعني يأخذ رحمة ربنا في هذه الليلة كل شكرا لك الشيخ محمود دعويس الواعد بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية شكرا لك حررتك معي شكرا لك فقالي شكرا جزيلا و حضرتك طيب